قال من دون دين سنفقد أخلاقنا قلت لا توجد أخلاق في الدين أصلا هناك آداب وأحكام فقط السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته معكم أصول ناصر وحلقة جديدة من أوهام الدين هذا الوهام الآن سيتحدث فيه حول موضوع الأخلاق نحن نتداول فيما بيننا عبارات كثيرة ومفردات ومفاهيم كثيرة وهذه المفاهيم في النهاية هي مفاهيم مرتبكة وغير دقيقة ولكن غالبا ما نستخدم هذه الأشياء بأتبارها أدوات للدفاع عن مواقفنا وعن أخلاقنا أو معنى أوضع عن وضعنا الراهن وطالما كانت هناك أوضاع مختلفة وأزمات كثيرة نواجهها وندعي أننا لدينا الحلول والتبيرات الجاهزة القول الذي أثار حفيظة كثيرين وأثار أيضا استغراب كثيرين وأثار كذلك تأييد بعض الأصدقاء والمتابعين وكذلك أثار تأييد بعض الناس والأصدقاء أو المعارف الذين لم أكن أتوقع أن هذا القول سيثيرهم واحد من الأصدقاء أو المتابعين قال بأن العرب والمسلمين من دون دين سيفقدون أخلاقهم قلت أن الحقيقة يجب أن نفهمها جيدا لا توجد أخلاق في الدين أصلا كي نفقدها ولا توجد قيم أيضا الأخلاق والقيم منظومات إجتماعية متماسكة لا تقبل الشيء ونقيضة حسب الظرف والطلب كما يفعل الدين فقال لي ماذا لدينا أذن قلت ما لدينا هو آداب وأحكام فقط وهذه الآداب والأحكام تصلح لدوام عمل الإصابات لا أكثر أي أنها لا تصلح حتى ربما لإدامة وإدارة شؤون حياة مجموعة من الناس متكتلين تحت لافزة عشيرة أو قبيلة أو حتى جماعة دين جماعة بشرية في مكان ما بأي صفة كانت الدين التوحيدي خاصة هو دين لا يصلح إلا لإدارة عمل الإصابات وهذا هو الذي أدى إلى أن توجد لدينا دول وأمبراطوريات تسمى دولة بني أمية ودولة بني هاشم والعباسيين وكثير من الأسماء وبني عثمان فهؤلاء جميعا هما يكونون دولة هي أبارة عن أصابة من الناس أو عائلة أو قبيلة عشيرة صغيرة تسيطر على كل شيء وهذه القبيلة والعشيرة الصغيرة هي التي تسيطر على عالم بأكمله وتفرض على جميع آدابها وليس أخلاقها هنا الفرق الذي سوضحه في ما يأتي من الملاحظات والإشارات الكثيرة ومن ضمنها سأتأشير إلى موضوعة نيتشا ورأيها في موضوع الأخلاق لأنه يمس هذا الموضوع وهو أنني أقول بين كل الشعوب التي لا تحسب على الشعوب الغربية نحن شعوب ليست لدينا أخلاق بالمعنى الغربي اليوناني تحديدا ومن نحن أقصد نحن الذين محسوبين ضمن العالم الإسلامي بشكل واضح العالم الإسلامي وكل ما فيه من تيارات وأديانات مختلفة لكن العالم الإسلامي بأكمله الذي هو ممكننا نتحدث عنه من غرب الهند حتى دول المغرب العربي أو شمال أفريقيا لأن بعض يزعل من عبارة المغرب العربي وهي فعلا ومن حقهم يزعلون لكن هي ثقافة عربية وهذا عندي موضوع العرب والعروبة وعدي في القناة إشارات كثيرة لهذا الموضوع وحلقات ناقشة هذا الموضوع كثيرة أبدأ وأقول أولا بأن هناك ابتراض بأن الدين هو مصدر الأخلاق والفضيلة هنا وأقول هذا يحجب الأمور ويخصصها دون دليل أعني أن الأخلاق تأتي بهذه الطريقة من جهة واحدة فقط هي الدين ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا مهما فعلنا فأن أخلاقنا ستحسب على الدين أو تضاف إلى رصيد الدين هنا يبرز السؤال الأساسي أين الإنسان إذن؟ الإنسان الفرد الموجود ضمن الجماعة أو على هذه الأرض الموجود الذي يجب أن ننتبه له ويجب أن يكون هو مصدر الحقيقة ومصدر الفعل ومصدر النشاط ومصدر القانون أو مصدر كل ما نفعله يجب أن يلبي حاجة هذا الإنسان هذه المسألة الأساسية لكن هذه غير موجودة إذا عندما نقول الإخلاق هي التصدر عن الدين فبالتالي الإنسان هذا سيكون على حساب الإنسان هنا يبرز السؤال ما دور هذا الإنسان؟ هنا علينا أن ندق في هذه الأمور ما دور إنسان أن يكون تابعاً مثلاً ومجرد آلة وأداة يجب أن تنفذ كل ما يأمر به الدين والخطاب الديني الأخلاقي فقط هذا الوافقة فلنتفق والنوافق على هذه الحقيقة الخطيرة جداً لكن هذا ماذا يعني؟ يعني بأن الدين ليس مصدراً للأخلاق هنا تتريد شيء لازم تخسر شيء فمعناته هذا الكلام عندما تكون تتابعاً ومنفذ فقط لخطاب الدين معناته أن الدين ليس هو مصدر الأخلاق هو مصدر للسلطة مصدر لاستعبادك مصدر لإذلالك ولإمتثالك ولإذعانك وهذه كلها كلمات إلى علاقة بتعريف الدين حسب المدونة والنص الديني الأخلاق الحقيقية يجب أن تصدر من الإنسان وفقاً لطبيعته وتجربته وثقافته وثقافاته وحاجاته وليس أن يتبرع بنفسه لاتباع أخلاق مفروض عليه أو لم تصدر عن قناعة راسخ لديه هذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ لأن الدين هو مصدر للآداب وليس للأخلاق الآداب عكس الأخلاق تماماً هذه الآداب دائماً تصدر من الأعلى وما على الجميع إلا تنفيذها والسير خلفها يعني ممكن هذا كلام عام لكن كيف نثبت هذا الكلام؟ عندما نذهب إلى الدين ونلاحظ الحدود التي يضعها الدين والعقوبات الدينية عندما ندقق في العقوبات الدينية نجد أن هناك جحيم مثلاً وعشرات الأشياء طبعاً لكن واحدة من الأثنين أن هناك جحيم وهناك عقاب لا نهاية والمفارقة بهذا العقاب أنه لا يهدف لإصلاح المخطئ والمذنب بل انتقام ببشعة منه ولا يكتفون بالانتقام فقط إنما ينتقمون منه إلى ما لا نهاية يعني ممكن أنه تواحد مجرد مثلاً يسوي جريمة قطر أو سب الإسم الإلهي هذا يذهب إلى الجحيم إلى آبد الآبدين يعني الآبد الآبدين تخيلوا يعني مليار سنة مثلاً يستمر في الجحيم يستمر يواصلون الزبانية تعذيبه إلى ما لا نهاية هل هناك صورة أبشعة من هذه؟ فالش بشعة فالنفت نظر أنه قام بفعل خاطئ لكنه إنسان وليس إله يعني حتى الإله لا يمكن أن تحاسبه بهذه الطريقة وتعاقبه بهذه الطريقة لو كان لديك إله منافس فهل يمكن أن تعاقبه بهذه الطريقة؟ ممكن لكن هذا إنسان في كل حوال هو إنسان قاصر وبسيط فلماذا هذه القسوة معه؟ هذه مؤشر إلى أن المسألة الدين لا علاقة لها بالأخلال لو كانت هناك مستوى ولو بسيط من أخلاق لا يمكن أن تتعامل مع الإنسان بهذه الطريقة يجب أن تتفهم حاله يجب أن تتفهم أن هذا الإنسان هو مجرد إنسان كائن يعني هو مجموعة أجهزة حيوية عنده حاجاته عنده ظروفه يريد يأكل يريد يشرب يريد وعده إشكالاته وعده مخاوفه وعده أحلامه وعده مليون قضية ناقصة أنت تأتي وتعاقب بهذه الطريقة فأين الأخلاق بهذا؟ أنا لا أريد أن أدين الدين هي ليس الموضوع أن أدين الدين أو المدونة الدينية الموجودة أو الموروثة لا ليس هذا الموضوع طبعا البعض لأنه دائما عقل انحيازي معي أو ضدي وهذه المدونة اللا أخلاقية دائما تفكر بهذه الطريقة هذه هي واحدة من الملاحظات التي يجب أن ننتبه لها أنه عندما يستقبلك الآخر عندما يسمعك رأسني حولك إما معي أو ضدي هذه الثناية وهذا التقسيم لا ألاق له بالأخلاق هنا القضية كيف أكتشف أنك لا أخلاقي ولا ألاق لك بالأخلاق ولا تفهم معنى الأخلاق أصلا عندما أنت تسمعني بهذه الطريقة طريقة التقسيم والتفريق بين معي وضدي هذا التفريق العلاقة بالشعوب البدائية العلاقة بالغابة الشريعة الغابة ما قبل الإنسان بصراحة ما لم يصل إلى مرحة الإنسان والإنساني والثقافي والحضاري والأخلاقي والأخلاقي بالمعنى العام الذي يجب أن نفهم به هذه العبارة وهذا المفهوم أو الكونسبت هذه البشاعة الدينية أو الإسلامية تحديدا تؤكد بأن الدين لا علاقة له بالأخلاق كما قلت إنما له علاقة بحس الانتقام والتشفي والعدوان وهذا أمر طبعا لا يعني فيه شواهد لا تحصى أخلاقيا أيضا هناك قضية أخطر بكثير من هذا وهي أنه هي رفض نقد الدين أو تعاليمة أيضا قمع الحريات والحقوق الإنسانية البسيطة الأساسية قد يقول بعض ما ما ألغت هذا الموضوع ما الربط بينها وبين الأخلاق والدين أنا أقول لك ما هو الربط الربط بين الإنسان المفكر المختص الحر لا يستطيع أن يضع حلول لأمراض البشر مثلا أمراض عادية إلا عندما يلتزم بالتعاليم الدينية أي أن مثلا طبيب مشهور مثل ابن سينة أو الرازي الطبيب هؤلاء تم قمعهم وتكفيرهم لم تترك لهم فرصة لأن تنتشر تعاليمهم عبر ألف عام بعد وفاتهم في ربوع العالم العربي إلا لماما موجودين بسبب قوة ما فعلوه جدوى ما فعلوه لصالح البشر لكن الدين دائما يكفرهم وكفرهم وبعضهم قتل بعضهم وما لا ذلك هذا لا بس الدين يعتبر أنه هذا يهدد التعليمات الدينية لا بس مفهومي لكن أخلاقيا أنا هنا أصلط الموضوع الأخلاقي وأقول الدين لا يتعامل بالأخلاق وأنا لا أريد أن أدين الدين كما يفعل الملحدين طبعا دائما نقول لك هذا مأيار الدين مأيار لا أخلاقي ويدين الدين على هذا الشاش أنا ليس موضوع إيدانة الدين موضوع أقول أن الدين لا علاقة له بالأخلاق هذا الموضوع وأريد أن أقدم إثبات ودليل على أن الدين لا علاقة له بالأخلاق وأن هذا تعاليم الدينية هي مرحلة سابقة على الأخلاق معنى الأخلاق المورال والإتكا يعني هاي بعد ذلك ممكن مفاهيم بعد ذلك تحدث أنه موضوع خطير جدا موضوع الأخلاق لا وجود الأخلاق في مجتمعاتنا نحن شعوب لا أخلاقية لدينا أديان لا أخلاقية ولا تعرف ما هي الأخلاق تعرف فقط من مفهوم الأداب والأداب لها علاقة بالحيوانات والحضائر الحيوانية وهذا بعد ذلك يراد لشرح طويل حتى لا أعقد الموضوع أرجع على موضوع أن الدين الراهن على مدى ليس 1500 عام هو تاريخ الديني الإسلامي إنما على مدى 2500 عام منذ أوائل منذ انظهرت الأديان التوحيدية هذه الأديان رفضت الأخلاق دائما لديها شريعة علوية مسيطرة عقيدة دوغما مسيطرة على الجميع وعلى جميع أن يدعنوا لها هذه هذا السيستم لا يمكن له أبدا أن يصنع أخلاقا إنما يصنع قطيعا وبعد ذلك سأشير إلى هذا الموضوع على موضوع نيسشة وموضوع الأخلاق عند نيسشة هذا موضوع خطير جداً ومهم جداً سأشير إليه ولكن على أجاله وبعد الفاصل أخلاقياً الناس متورطة في هذا الموضوع موضوع الأخلاق لأنه لا وجود الأخلاق في عالمنا العربي نحن ضد الأخلاق الدين الموجود هو موجود تحديداً لتدمير أي أخلاق أو ظهور أي أخلاق عامة بين الناس هو يضرب أو يجد أن أي ثقافة تنشع وتتطور وتتكون داخل الجماعة البشرية التي يحكم أمرها يشعر بالخطر منها ويشعر بأنها تهديد جدي له وأنا أؤكد هذا بشكل صعب وأنا لا أقول أنهم مخطئين رجال الدين والدين عموماً الموروث مخطئين في تحديد هذا الخطر بالعكس خطر كبير جداً وأنا أقر بهذا ويجب أن نفهم الأمور بهذه الطريقة الدين الذي يهيمن على الشارع يهيمن على عقول الناس الذي ينتج البشر الذي نلتقي بهم في حياتنا الذي ينتج المجتمعات التي نحن ضمنها أو نعرفها وينتج كل ما نحن فيه هذا الدين يشعر بالخطر الكبير من وجود أي مصدر للأخلاق أو أي فئة الأخلاقي صادر من طبيعة الإنسان الأتيادية ومن فطرة الطبيعية أم لو بحوث اكتشفوا بأن الإنسان هو خلوق بالفطرة يعني ليس الدين هو الفطرة إنما الأخلاق هي الفطرة تجارب موجودة البايولوجيين يجبون أطفال أمر سنة أو ستة أشهر ويقدموا لهم طعام البعض ويقدموا لواحد منهم الطعام والآخر لا يقدمون له طعام مع الوقت ويوم مرتين ثلاثة يشعر أن هذا الطفل اللي أمره ستة أشهر أو تمانية أو تسعة أنه الآخر لا يتناول الطعام فيرفض تناول الطعام ويقدمه للآخر هذه العملية هذه أخلاق الأخلاق إذن هي الألاقة بالفطرة والحاجة لوجود مجتمع وتعاون وإيثار جماعي هذه المسألة لا تتعلق بالبشر فقط تتعلق حتى بالفيران جابوا في إيران أيضا وقدموا هذه المسألة فهي المسألة ليست ألاقة بالدين الدين يأتي وماذا يفعل؟ يفعل العكس تماما الدين يريد أن يقدم نموذج لجماعة متماسكة لا ترحم أحدا إلا جماعتها نفسها فبالتالي الدين هو عدو الأخلاق عدو أي عدو الفطرة بمعنى المعاني وهذا ليس إساءة للدين وليس النقد للدين لا أريد أن أدين الدين في موضوع الأخلاقي ربما الأخلاق شيء سيء أنا لم أقل بأن الأخلاق شيء جيد أنا قلت أن نصف الأمور بهذه الطريقة علينا أن نبني العالم بطريقة نظرية صحيحة ونقول ما هي الأخلاق؟ ما هو الدين؟ ما هو كذا؟ ما هو كذا؟ بعد ذلك مسئلة الحسن والقبيح وهذا جيد وذاك سيء وهذا حلال وهذا حرام هذا موضوع مختلف علينا أن نحدد ونفصل الحدود أو نضع الحدود بين مفهوم آخر وبين فهم ورؤية وأخرى أرجع على موضوع الطب أنا أشرت إلى موضوع أن الطب هناك طبيب يحاول أن يضع حلول لأمراض البشر وعبر التاريخ دائما الدين يطالب بالالتزام بالتعالم الدينية وحتى الدافنشي مرشورة مسألة الدافنشي وقبل الرازي وغيرهم دائما الدين يقف حجر عثرة أمامهم لأنه دافنشي كان يدخل إلى المقابر وبعد ذلك وضع التشريح لجسد البشري وعلى أساس لحد الآن كليات الطب تعتمد على النموذج الذي قدمه دافنشي أو الرسم التوضيحي لجسد البشري والشرائين وما زال لحد الآن تجد في أي كتاب كليات الطب الدين رفض هذا الشيء كان هو رفض لماذا بغض النظر عن تقييمه وتقييم هذا الجيد أو سيء لا لأنه دائما عند التعليم الديني عنده أعلى وأهم من التعليم الأخلاقية أنه لا يريد أن ينشئ أخلاق بين أفراد الجماعة البشرية إنما يريد أن يهيمن ويتسلط ويدجن ويروض البشر هذا الفرق بين الأمرين يجب أن نفهمهم وهذا يؤدي بنا أن نفهم أن الدين هو مرحلة من مراحل التطور البشري هذا المرحلة هذا النموذج مالته أو الموضل مالته وهكذا يعمل علينا أن نفهم بهذه الطريقة هي ليست مسألة أنني مع الدين أنا متدين أو أنا ملحد أو أنا ضد الدين أو مع الدين أنا أمؤمن بالله أو غير مؤمن بالله ليس هذا هو الموضوع الموضوع أن هذا الدين مرحلة من مراحل التطور البشري هذا الدين هذا هي صيخته هو يقول لك أنه أنا أريد أن نسوي جماعات متماسكة موحدة وبغض النظر عن أي موضوع آخر ممكن أن نضحب الأفراد الأفراد هم قرابين للمشروع الذي نحن فيه هذه القرابين نتقبلها فبالتالي الدين لا يقبل موجود الأخلاق بالنسبة له سلاح أداة ما دام الوسط أو المجتمعات المعاصرة تعترب بوجود أخلاقيات وأساسيات وتحترم الطبيعة تحترم الحيوان تحترم النهار تحترم كل شيء الأديان فيها هذه الأشياء ليس ما فيه لكن الفلسفتها أو فكرتها لا تتعلق بموضوع احترام الموارد الطبيعية مثلا ولا تتعلق باحترام البشر إنما فكرة الأساسية دائما أو العصب الذي تتحرك على أساسيه هو القطيع ثم القطيع ثم القطيع على حساب أي شيء آخر وهذا قبل ألف عام ألفين عام ثلاثة آلاف عام كانت مسألة أساسية ونقدرها ونحترمها لكن الآن الموضوع مختلف تماما لأن المجتمع البشري تطوره واختلفت حاجاته وظروفه وسأشير إلى واحدة من أخطر القضايا الأخلاقية التي تدين التعاليم الدينية وماذا يعني بالضبط في هذا الكلام أولا إنه نضطر عندما نقرأ القرآن الكريم على سبيل المساء نقرأ القرآن أو الأحاديث النبوية أو التراث الديني أو سواء المسلم أو المسيحي أو الزراجشي أو البوذي بعض يقول أنت تتحدث فقط عن الإسلام أنا أتحدث عن الإسلام فقط لأنه الذي يسمعوني هو مسلم الأغلب الذين يسمعوني مسلمين أو مسيحيين بالنسبة الصغيرة حتى يفهمني أتحدث معاه بهذه السيغة فأقول أنه عندما نقرأ القرآن الآن نقطر عادة تفسير الأمور لماذا نقرأ هذا النص بطريقة مختلفة جواب بساطة فقط لكي تتوافق مع واقعنا الجديد وحياتنا المختلفة تماما عن الزمن الماضي وهذا شيء يؤدي بنا إلى ممارسات أخلاقية تدمر حياة أقرب الناس إلينا وتمنعهم من أفسط حقوقهم الحجاب مثلا ظاهرة لأخلاقية بامتياز بل أنها ظاهرة إجرامية ليس بوصفها فعلا ممارسا ومفروضا فقط بل بوصفها عقيدة يجب أن يؤمن بها عشرات الملايين هذا الفرض هو هلال قضية بغض النظر لا تتحدث عن حجاب وضرورته وأسبابه موضوع مختلف بالتالي بالتالي أنما تمارس هذا الفعل الإجرامي بوصفه عقيدة وهذه العقيدة يجب أن يؤمن بها عشرات الملايين رجال والنسان طبعا هذا لا يمكن أن نعتبره انتهاك إخلاقي إنما هذا اختصاب أخلاقي وليس انتهاك أخلاقي هذا الاختصاب الأخلاقي أقصى مليون مرة من اختصاب الجنسي البيولوجي أو الجسدي ماذا أريد أن وضح من هذا الموضوع هذا الاضطرار للترقيع والتبرير في جوهره هو دليل صارخ على أن الأخلاق لا علاقة لها بالدين كيف نحن نفترض أن الأخلاق مصدر هذا الدين لا بس هذا الشاعر أو بالعكس الذين يرفضون هذا الشيء أو هكذا لكن الدين ماذا يفعل يخزلنا في واقعنا الرهن ولا يترك لنا فرصة سوى أن نرقع له أخطائه لا يعني الآن لا يوجد عبيد الآن ولا يمكن أن تصدر تشريع يجيز ضرب أحد أن أحدهم يجيز أن يضرب زوجتها أو طفله أو طفلته أو أي شخص لا لا يمكن وحتى ذلك موجد مستحيل وجد بالعرف يعني يتغاضون عن الموضوع لكن قانونا ممنوع لا 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 مناص على اللي رجلت أقدم دليل صارخ على الأخلاق لا علاقة لها بالدين الأسوأ من هذا الواقع المؤسر أن هاي الأخلاق الدينية كانت في زمنها نفسها مرفوضة يعني في زمن نفس زمن حلول الدين والأخلاق وتثبيت ونشر هاي الأخلاق الدينية كانت في زمنها مرفوضة وغير مستساغة غزوة أوطاس مثلا غوزة أوطاس إنه مجموعة من المجاهدين أو الأوباش أو لا مول أوطاس أو الأشاوس هؤلاء غزوا في ليلة ظلمة ناس كانوا نايمين بعد عودتهم من غزوة حنين وناس نايمين بالطريق وغزوهم يعني بين أعتقد بين قريب بين مكة و ديار هوازن وغيرها في حنين قالهم أنا كما جمعها روحوا جبونا من أتهم يعني كم كم جمل وكم أمرأة وكم طفل نشتريهم يعني نسلبهم ونبيعهم مكان آخر عندما ذهبوا وجدوا الرجال فطنوا الموضوع في آخر لحظة ونهزموا فبقيت النساء والأطفال وأخذوهم وأخذوا المال والحلال وعادوا بهم ولا استغربوا المشكلة كانت أنهم المسلمين المجاهدين الأبطال الأشاوس الذين غزوا الناس في ليلة ظلماء وأخذوا حالهم ومالهم بدون وجه حق وبدون أن يدعوهم للإسلام يعني ما كان فيها إسلام ولا شيء جميع غزوات الرسول لم يطلب فيها أحد أن يدخل الآخرين في الإسلام وجميع الفتوحات ما يسمى بالفتوحات لا توجد فيها عبارة تخول الآخرين في الدين لا 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 وجود هذا على طلاق ومن يريد أن يتأكد هناك بحوث الدكتور بالإقسيس يؤكد هذا الموضوع ممكن تشوفون بحوث خاصة قضايا مسألة الدعوة الإسلامية حتى لا تقولون أنه أتقول أو أدعي شيئا لا توجد مصادر له فهذا السلوك يؤكد منه لا وجود لأخلاق عامة كان الناس في ذلك الزمن يعترفون بها فقالوا أن هذه الزوجات لا يجوز أن ندخل عليهم لأن أزواجهم ما زالوا أحياء فقالوا وما ملكة أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكة أيمانكم المحصنة لا يجوز أن تطأها أو تطأها تشوف الكلمة أو تجعلها تحتك وتطأها لكن عليك أما ما ملكة أيمانكم فهي جائزة لكم طبعا أنا عندي تفسير وهذا من الحلقات قلت بأن ما ملكة أيمانكم تعني عقد الزواج بذلك الزمان لكن المهم المفسرين والمشارعين والمحدثين الإسلاميين قالوا بأن ما ملكة أيمانكم هي النساء التي يقعنا في الأسر بعد قتل أزواجهم أو عدم قتلهم وهذا الذي جرى عليها العرف يعني المدونة أنا لا يهمني التاريخ الحقيقي يهمني أنه ما رسق في الأذهان وما أصبه شريعة مقانونا وشرعا على الجميع وعرفا على الجميع الاتباعه وإلا أصبحوا من الكفرة من الممارسات التي تؤكد بأن الدين لا علاقة له بالأخلاق بل أنه يستغل للأخلاق مثل حال حال أنه ماذا يدعي العلم وهو لا علاقة له بالعلم العلم الوضعي ويدعي الفكر والعقل وهو لا علاقة له بالعقل هو العلاقة بأشياء أخرى مختلفة تماما العلاقة بالأصابات العلاقة بالنظام العمل بين الأصابات بالمصالح بالفلوس بالسلب والنهب وكل ما في الأمر وهذا مو سأل للدين الإسلامي ولا لأي دين هذا الديانات توحدي هي طبيعتها هكذا أنه تستولي على كل شيء وتعتبر لكل آخرين هما سيئين وأنا وابن عمي على الغريب هو مبدأ بسيط جدا لا شيء آخر والإنه هو بحد ذاته هو يمثل الأخلاق الجماعة ولا يعني الأخلاق هنا المورال ولا الأتكا لا يعني الآداب حتى الآداب هم شوي أحسن بس ما أعرف يعني ما سمونا سموها المهم قانون الغابة أو قانون الأصابات أنا أعتقد الدين هو أفضل وصف يصلح أو ينطبق عليه هو وصفة بأنه قانون الأصابات وهذا لا ينطبق على الدين الإسلامي لا ينطبق على كل عقيدة تحاول أن تفرض نفسها على الآخرين أو تبني مجدها على حساب الآخرين وعلى وفوق آلامهم ومستثمرة آلامهم وأحلامهم وثرواتهم وأملاكهم وكل ما هو في صالحهم أو أو على إنسانيتهم يعني تبني كل شيء على ما هو إنساني فيهم وعلى حساب هذه الإنسانية طبعا من مظاهر اللا أخلاق في ذلك الزمان وحتى هذا الزمان إلغاء الأشر الحرم بيعمل الدعوة المحمدية الرسول الإسلامية قتل الأسرى مثلا الفي الخمس الأسوأ من كل هذا أن الأخلاق كلمة لا علاقها ليس بالدين كما قلت بل مجتمعاتنا كلها يعني دائما أقول المتدين يقول لا أنت الموضوع هو أحنا عندنا مشكلة بالمجتمع أو هذه الشعوب هذه المنطقة هي مشكلة مشكلة كاملة الدين هو يجنسد هذه المشكلة أحنا ما عندنا مفاهيم حقيقية عدي حلقة إنشارتها على ما هي المفاهيم أرجو أن تتابعوا رغم أنها حلقة يعني ندمها ثقيل إنشارتها قبل ثلاثة أيام لكن أحنا ما عندنا مفاهيم مفهوم الأخلاق ما عندنا غير موجود لا يوجد لدينا مفهوم الأخلاق ولا نفهمه أحنا صحيح وموجود وتمت ترجمة في أيام حنيني بن أسحاق وحنيني بن أسحاق في أيام الدولة العباسية في العهدها الأول قرن ثاني ميلادي أو قرن النهاية قرن الثاني الهجري ظهرت ترجمات الأخلاق وأصبحت كلمة الأخلاق هي كلمة غامضة ولم تتم ترجمتها بطريقة صحيحة ولكن هي وجدت لكن بقت تأتي بمعنى الأداب والأداب لها علاقة بالحيوان وتدجين الحيوانات اللي صار شنو كما قلت أن الأخلاق لا علاقها بالدين وليس لا علاقة لها بالدين بل بمجتمعاتنا كلين الدين ما ذا فعل جاء واستثمر غياب الأخلاق للصالح يعني الأخلاق هو أصلا ما موجود مجتمعاتنا غير مهيئة لمفهوم الأخلاق مفهوم الأخلاق إلى علاقة بنشعة مدينة وهذه المدينة تنتظم فيها مجموعة من الألاقات والمصالح والشروط اللازمة لدوام علاقة مستديمة بين الجماعة البشرية داخل هذا الإطار المدينة والمورال كذلك هذا المورال والأتيكة أيضا والأتيكة لألاقة بالمدينة والبوليس أيضا السياسة السياسة كلها منظومة متكاملة لها علاقة بعالم ومجتمعات مختلفة عن المجتمعات الشرقية وما زلنا مختلفين عن هذا العالم وما زلنا لا نفهم هذه الأبارات ولا هذا المفاهيم وما زلنا نستخدمها بدون أن نفهمها وهذا سبب الإشكالي كبير أنه ما تعرف معنى الكلمات لا تعرف معنى المواقف من وجرس صراعات مستمرة والهدف دائما هو الاستيلاء على الآخرين الغنيمة والفكر الغابي أو الفكر العنيف الولاء والبراء هو ما هو الولاء والبراء هو السلب والنهب هذا معناها أنه معي وضدي يعني هو مجرد مفهوم الولاء والبراء الوحدة هو ما لا علاقة بالأخلاق هو تدمير لكل شيء لا علاقة بالأخلاق لأنه لا علاقة الأخلاق لها علاقة بالإنسان وليس لا علاقة لها بالأديان الأخلاق لها علاقة بالبشر جميعا أيا كان لونهم أو جنسهم الأخلاق هي هكذا الحيوان أصلا لديه أخلاق أكثر من المتدين خليني يكون صريحين الحيوان عندما بعض الحيوانات يشوف الحيوان آخر يجي ساعده المتدين لا يساعد غير المتدين لأنه كافر فتخيلوا المقدار التدمير الفطرة ليس البشرية الفطرة الطبيعية اللي دمرها الدين كما قلت وأكرر الدين أو مشكلة أن أدام الأخلاق في الدين ليست تهمة للدين إنما لشعوبنا وثقافتنا وثقافة هذه الشعوب بأكمنها لأنها هي تعودت على هذا السلوك الأدبي السلوك الأدبي وأكرر ليس معنى الأدب والآداب اللغوية والشعر من شعر وقصة وفن أقصد الأدبي معنى الحيواني الذي يؤد بالآخرين أي معنى السلوك المدجن فكان هذا هذا الأدام هذه الأخلاق كان النتيجة كان الدين هو نتيجة طبيعية لها بعد الفاصل أختم وأتحدث عن نيتشة وموضوعة الأخلاق بالنسبة لي هو الفرق بين أخلاق السادة والعبيد فكونوا معي الأخلاق السادة والعبيد أولا الإشارة مالتي له علاقة هو نيتشة والقطع التوحيدي جواب نيتشة أو قبل أن نسيت أذكر فقرة الدكتور الشريف يوني الصديق الرائع قال بالصفة عامة كل مجتمع لديه عرف وقانون وقال بأن المشكلة في الدين ليست في تقديري أنه بلا أخلاق لأنه يستحيل استمرار أي مجتمع بلا أخلاق ما المشكلة فيما يبدو لي أن أخلاقه دينية أي خاصة بالولاء والبراء وليست أخلاقا إنسانية عامة في عصر تجاوز الأخلاق الطعفية أنا قلت من دوري بأن هذا كلام أنا أؤكده تماما وأقول بالفعل هذه هي المشكلة والسبة هو عدم حاجة الدين التوحيدي لهذه الأخلاق وهذا النوع من الأخلاق وأنها غريبة عليها ويجاريها أو يحاربها لصالح آدابه بين قوسين وأحكامه أيضا بين قوسين وأقول بها كذلك بأن مشكلة الأدام للأخلاق في الدين ليست تهمة للدين إنما لشعوبنا وثقافاتنا الموروثة بأكبرها أشير إلى موضوع نيسيا نيسيا ماذا فكرت الأساسي قال هناك نوعان من الأخلاق وهذا الأخلاق الأخلاق المسيحية والأخلاق الفرصان وإخلاق السادة وإخلاق القطيع وهنا يقارن نشعة بين نوعين من الأخلاق أخلاق القطيع التي هي تميز الضعيف والأدنى والمستعبد أي المسيحية بمعنى المعاني بحسب تعبيرك وأخلاق سيد الأخلاق أخلاق المحاربين البشر المفترسين الذين يصدرن الأحكام على أساس قوتهم لا ضعفهم هنا ماذا يريد نيتشا يقول يريد أن يحل أن يضع أخلاق الفرسان أو أخلاق السادة محل أخلاق القطع ويعتبر بين المسيحية أتت بأسلاء بأخلاق العبيد هنا يؤصل نيتشا لموضوع المسيحية ويقول من الذي خلق المسيحية يقول حسنا أنها ثمرة أو ثمرة لليهودية واليهودية هي أيضا ديانة كهنوتية والمسيحية امتداد لذلك وأيضا أن المسيحية في أقدم وجوهها التاريخية تروق لطبقة العبيد في روما بالحقيقة قال أن المسيحية بأكملها عبارة عن اسم الذي حملته ثورة الجماهير المبطهدة في روما يعني بالقرن الثالث والرابع الميلادي أعتقد يشير إلى هذه الفترة لكن عندما نجي نحاكم نيتشا على كلامه هذا أو ندرس ما قال نيتشا قال بأنه هناك أخلاق السادة وأخلاق العبيد بالحقيقة أنه هو افترض أنه دين توحيده وأخلاق العبيد وكان افترضه على أساس يقوم بأنه هناك شعب شعب في وحدة من كتبه أنا قرأتها قلنا أنه شعب كان على أطراف الحضارات هذا الشعب اسمه الشعب اليهودي كان يحاول أن يجد له مكانا بينهم واختراف فكرة قلب القيم أنه أخلاق الفرسان حوالها أخلاق العبيد وقال أن الأفضلية للعبيد وليس للملوك الملوك هم هؤلاء النموذج السيء وعلى الناس أن يحتفوا بالضعفاء وما إلى ذلك فقال أنه قلب القيم هو الذي أدى إلى ظهور الديارات التوحيدية هذا التفسير بالنسبة إلي وليس في العالم الغربي لكن بالنسبة إلي أنا أعتبر بأنه الدين الإسلامي وأيضا هو كان كان يأتز بالدين الإسلامي وإلى أدى أشارات بالدين الإسلامي لأنه دين الدين لا يتفاهم عنيف وهذه من سيئات نيتشا الخطيرة يعني عنده نؤمن الأنصرية والشراسة في التفكير أو عدم ترك فرصة لأي ضعيف للبقاء أنه الضعيف فليذهب إلى الجحيم أو فليسقط لا بأس أنه المهم البقاء للأقوى وما إلى ذلك هذا كلام غير ما أقول هو يبدو هو هذا الذي فعله الإسلام أو الدين التوحيدي عموما الدين التوحيدي خاصة اليهودي والإسلامي في المنطقة ويبدو هو يعني ليس المسألة أنه أنا أتحدث ضد الدين لا هو شعوبني بأكمله يعيش بها الطريقة أنا أذكر طفولتي كان هناك يقول لك اللي ما يطلع يغزو وما يطلع يسلب وينهب هو مرجال يعني مزلمة يعني مزلمة بالشام لا وهكذا حتى بالخليج موجودة بالإمارات لازم يطلع يسلب وينهب أعتبرها فخر بالنسبة له هناك من يطلع يسلب يسرق بأبقار يسرق أي شيء موجود فأعتبر هذا فخر بالنسبة له هو نفس اللي يسرق بعد ذلك يطلع ثاني يوم الصبح ممكن يساعد نفس اللي سرق يساعد إذا كان محتاج مساعدة هذه القيم متضاربة تؤكد بأنه أنه ليس لدينا أخلاق فالقيم التي يتحدث عنها نيتشة مقلوبة لدينا الأخلاق ما يسميها أخلاق الفرسانية بالحقيقة هي أخلاق قادة العصابات والذين يسلبون الناس ويسبون النساء كما حصل طوال تاريخنا من خلال الدين الإسلامي أو يعني المبكر كما وصلنا حسب الرؤيات التي وصلتنا لا نعرف هل الرسول فعل قام بهذا الأشياء أو لا لكن الرسول شخصية موجودة بالتأكيد لكن لا نعرف مدى صحة الذي وصلنا عنه وبالتالي كل ما كل من يدعي بأن هذه قضايا حقيقية ولا تقبل النقاش عليها أن لا يفرضها على الجميع يعني ممكن هو مختنع بها لكن مو بالضرورة تكون صحيحة وهذا ليس دفاعا لا عن الدين ولا عن الدعوة المحمدية ولا عن الإسلام ولا ضد الإسلام إنما دفاعا عن الحقيقة لا أكثر أنا أضرب مثال على أكل لحم الخنزير مثلا هاي زيت بالي لا يوجد ربط بين أكل لحم الخنزير والأخلاق لكن الفكرة وين هي أنه عندما تطبق هذا المنهج وتقول أنه لحم الخنزير حرام هذا لا يجب أن ينضع الجميع تحت هذه الفكرة لكن الفكرة لا علاقة لها بالأخلاق ولا علاقة لها بالخير والشر الفكرة أنه أنت ما يقوله الدين يجب أن تتبعه كما هو حرفيا الدين عندما يقول يجب أن تتحجب النساء ويجب أن تتبع هذا الموضوع يجب أن تطبقه بشكل أعمى ويجب أن تحتقل العقل وأن لا تتقبل مناقشة صلاحية أي تعاليم وتوصيات في القرآن والسنة للعصر وقيامه ومحاولة أيضا ويستتبع هذا من محاولة فرضه تثبيت قيم بدو الجزيرة العربية قبل 1400 عام على العالم بأسره اليوم أنا كل هذا سأتقبله ولن أعترر لكن ما أطلبه منك يا أخي أن لا تقل لي هذه أخلاق لا تقل لي هذه أخلاق هذه ليس الأخلاق هذه علاقة شيء آخر مختلف سميها دين سميها فريضة سميها شريعة سميها قانون قانون إلهي شريعة سميها ما لكن لا تقل لي هذه أخلاق لا تقل لي هذه لها علاقة بالحضارة عليك أن تعرف المكان الذي أنت فيه المنطقة عليك أن لا تكون كذابا يعني هذا الكذب هو الوحد الكذب الديني وإباحة الكذب الديني وإباحة السبي والغش يعني أشكال التقية والتقية الكثيرة جدا التي لا يتخذ زميع المذاهب الدينية عموما السنية الشيعية المسيحية الإسلامية كلهم يتبعون الكذب والدجر ويعتبرون الكذب في صالح الدين فيها ثواب كثير وجزاء جزاء إلهي ممتاز هذا كله يؤكد أن الأخلاق في الدين لا وجود لها علينا أن نعترف وأن يكون صادقين نخرج من هذا يعني كافي كافي هذا 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 الضحك على الناس كافي لأن الأمور بدأت تتضح يعني ما عادت مثل السابقة أنه الناس لا تفهم ولا تدرك المعلومات المعلومات أصبحت معروفة المثالب الدينية موجودة المثالب السياسي الموجودة المثالب الجميع الكل انشر على الحبل الخنوات السوشال ميديا موجودة تروح على الفيسبوك تعرف كل واحد تروح تشوف هذا صال لعشر سنين ينشر بوستات تجي تشوف 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 هذا منه تجي على موضوع الدين الإسلامي الشيعي تجي استغفال الناس واتهام بشكل أو بآخر أختم مقول بما قال برطنا دراسل حول موضوع الإنسان والأخلاق والفلسفة وأيضا مما قال ابن تيمية وابن حزم في كتابه الأخلاق والسياق لدي شك كان بأن كلمة الأخلاق أو مفهوم الأخلاق غير موجود بتاريخ العربي وأتأكدت إلى حق بعيد جدا بأن الأخلاق لا وجود لها كمفهوم لا وجود لها في عالمنا الشرقي عموما والمسيحي والإسلامي واليهودي كلمة أو مفهوم الأخلاق هنا فرق خطير جدا أن شعوبنا لا أخلاق لديها لأنها لا تعرف ما هي الأخلاق بالتالي هي ليست على خلق بشكل أو بآخر وليست إساءة هو يعكد الأمور على أن يكون صريحي المريض تقول له أنت مريض انتهى الموضوع وعليك أن تعالج نفسك أو ترى بأنه أنت لست بمريض وهذا اللي حاصل الكل يقول نحن لسنا بمرضى نحن أفضل الناس والآخرون مسخرون لنا وهذا هو الحال فعلينا أن نعترف أن نتحدث ببجاحة ونقول نحن ما نحن وهذا من الكتاب الذي طلعت عليها كتابة بن حزم وكتابة هو معروف اسمه الأخلاق والسير يقول فيه بأن الحياة هي من الإيمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يسمى يتحدث بعد ذلك أن الأداب ما معنى الأخلاق هي أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا حديث نبوي طبعا أيضا أمرت أن أتمم مكارم أخلاق المعنى أنه هنا كانت هناك أخلاق وأتيته لإتمامها وهذا يعني حاولت أن أتأكد من صحة الحديث لكن هو أكد الذهبي لكن لا أعتقد أنه كلمة الأخلاق موجودة في زمن الرسول لا أعتقد لا أعتقد كلمة مفهوم الأخلاق ربما أشياء أخرى قريبة الخلق وأيضا هناك مشكلة أيضا أنه كلمة الخلق لها علاقة بالأخلاق والأخلاق لها علاقة من خلق الخلق هي علاقة من المخلوق لها علاقة بالدين عندما نتحدث عنها كمفردة الأخلاق لا وجود لها وهي لها علاقة حتى إن وجدت في بعض الكلمة وبشكل عابر طبعا بتاريخنا وكان دائما تسمى الأداب لا يوجد مصطلح أو مفهوم الأخلاق حتى القرن الثالث الهجري إلا بعد ما ترجمت ترجمة نيماقوس كتاب نيماقوس اللي هي نصاعه أرسل لابنه فظهرت ظهر مصطلح الأخلاق وبدأ بديت يختلط مع مفهوم الأخلاق الذي أصله الخلق أنه هناك خلق وعليهم أن يتخلقوا أنه إله هناك الإله أو الحاكم أو العامر أو الملك الإله أو الممثل الإله هذا الذي يؤمر الناس بأن يتخلقوا فبالتالي عليهم جميعا أن يكونوا على أخلاق على خلق حيث معناها أنه الأخلاق المورال أو الأتيكة موضوع مختلف تماما وعلينا أن ننتبه لهذه المسألة وهذه المشكلة دائما عندما تخوض حوار مع أحد ويتحدث لك على الأخلاق الإسلامية والأخلاق الدينية تختلق المفاهيم وبالنتيجة ما يصير حوار حقيقي أدى الإمام البخاري أيضا عنده كتاب الأداب وهذا كتاب مهم جدا طبعا الأدب المفرد ليس يقصد الأدب معنا الأدب للشعر والفن والمقالة والبديء وما على ذلك لا والنثر لا يقصد الأدب يقصد الأخلاق المفردة وكتاب الأدب المفرد أدى كتاب البخاري الكتاب الثاني وهذا موجود بأمر أنا جئت لأتم مكارم الأخلاق المموجود بصحيح البخاري موجود يعني ما أعتقد بصحيح مسلم أو بهق لكن أصلا هذا هو حديث أحد ولا يمكن أن توتق من صحتي وأيضا كلمة مكارم الأخلاق مكارم كلمة صلاح الأخلاق وليس مكارم الأخلاق المهم الفكرة أين اللي أريد أقول أن مفهوم الأخلاق غير موجود في مسامعاتنا وإن وجد فله علاقة بالمخلوقات بأن هناك جراء خلقه وهذا الخلق يجب أن يتخلق بمن خلقه ويجب عليه أن يتبع ما يقوله أو ما يفرضه الخلق وهذا الموضوع راح أتوصى بلاحق الأختم بقول بما قاله برطراد رسل قال بأن الإنسان الذي لم يأخذ حظا من الفلسفة يسير في الحياة سجين الأحكام المألوفة السابقة المستمدة من الإدراك العام ومن العادات والعقائد المألوفة في عصره ومن مؤتقدات نمت في ذهنه دون في ذهنه دون تعاون ولا موافقة صريحة من عقله المفكر هذا الكلام العلاقة بكلامي حول موضوع الأخلاق التي الأخلاق المزيفة وأقول وأختم أقول بأن نحن ما زلنا شعوب بلا أخلاق ولم ندرك لحد الآن ما معنى أخلاق وبذليل نستعملها مثل ما نستعمل كلمة علم نستعمل كلمة أدب ونستعمل كلمة دين ونستعمل كلمة مقدس وإله وما إلى ذلك كل مفاهيم نهي مفاهيم والقيم طبعا هذه قصة الأخلاق والقيم هنا لا أدن أخلاق ولا أدن قيم وقد يحتاج البعض لكن أنا أثبت لي وجود أخلاق وقيم لأن القيم أصلا في بداية كلامي القيم لا يمكن أن تكون رجراجة يعني الصدق هو صدق تدخل فيه ضمن منظومة أخلاقية هناك فلسفات للأخلاق هناك منظومات أخلاقية تدخل فيها لا يمكن أن تتحدث لأن هذا الصدق ولا والله هنا ممكن تكذف في هذه الحالة لا هناك منظومة أخلاقية هي أو فلسفة أخلاقية يجب أن ترجع أو تعود إليها لكي لكي لا تتراجع عن موضوع الصدق بينما بالدين الإسلامي والأديان المسيحية وعموم الشعوب المنطقة وأخلاقهم ودياناتهم لا تفهم معنى الأخلاق ولا تفهم معنى وجود منظومة أخلاقية لأننا لم نرتقي من منطقة الأداب إلى منطقة الأخلاق أي أننا ما زلنا في منطقة الدين البدائي ولم نرتقي إلى منطقة العقل ما زلنا تحت المستوى العقل وهذا موضوع خطير جدا سأتركه لوقت آخر مع السلام وآسف على القالة